اشتركوا في القناة انعكاس الضوء يتاسح هو ارتداد الضوء عند سقوطه على سطح عاكس الى نفس جهة سقوطه اذا انعكاس الضوء هو ارتداد الضوء عند سقوطه على سطح عاكس الى نفس جهة السقوط اهمية انعكاس الضوء 1 تكون الاخيلة للاجسام 2 رؤية الاجسام من حولنا أيضا نرى الأجسام من حولنا عن طريق انعكاس الضوء على العين نشوف فيه شغلتين وتعرفين مهمات جدا معي اللي هي تعريف زاوية السقوط وزاوية الانعكاس بالنسبة لزاوية السقوط هي الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والعمود المقام من نقطة السقوط نيجي نشوف الكلام هذا هاي زاوية السقوط لو جينا اطلعنا مع بعض هاي الشعاع الساقط وهاي العمود المقام زاوية السقوط طبعا هاي اللي بينهم وزاوية الانعكاس اللي عن ناحية التانية طيب أما زاوية الانعكاس فهي عبارة عن الزاوية المحصورة بين الشعاع المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط طيب الانعكاس نوعين الانعكاس في عندي انعكاس منتظم وفي عندي انعكاس غير منتظم الانعكاس المنتظم هو انعكاس الضوء في اتجاه واحد بعد سقوطه على سطح مسقول أما الانعكاس غير المنتظم تشتط الضوء في اتجاهات مختلفة عند سقوطه على سطح خشن طبعا سميه منتظم وغير منتظم نسبة لشكله زي ما احنا شايفين عند سقوطه على سطح منتظم كيف الانعكاس بكون منتظم السطح المسقول الأملس لكن لما يكون سطح خشن في نتوءات يكون الانعكاس في اتجاهات متعددة وغير منتظم قانون الثاني للانعكاس بقول لي الشعاع الساقط والشعاع المنعكس والعمود المقام على السطح العاكس جميحها تقع في مستوى واحد عموديا على هذا السطح كيف هذا يا تاسع يعني لو جيت هنا قلنا هاي السطح العاكس وهي العمود المقام وهي زاوية السقوط وهي زاوية الانعكاس كلها وقعت في نفس المستوى هيو في مستوى واحد نجي الآن للأنشطة والتدريبات والأنشطة والتدريبات نجي للأول ضعي دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يلي من فوائد انعكاس الضوء واحد رؤية الأجسام اتنين تكوين الأخيلة جيم تكبير الأشياء طبعا الإجابة الصحيحة هي دال ألف زائد با له رؤية الأجسام وتكوين الأخيلة الانعكاس المنتظم يحدث نتيجة ألف سقوطه على سطح لامع انعكاس الضوء في عدة اتجاهات جيم انعكاس الضوء في اتجاه واحد طبعا الإجابة الصحيحة هي ألف وجيم معا لسقوط على سطح لامع وانعكاسه في اتجاه واحد السؤال الثالث زاوية الانعكاس في الشكل المقابل تساوي طبعا كيف بدي عرف زاوية الانعكاس نركز هنا يا تاسع مع بعض هنا لازم بداية أعمل عمود مقام هاي العمود المقام طيب الزاوية السقوط هي الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط هايو والعمود المقام يعني بتطلع الزاوية هاد طيب أنا كيف بدي عرف قياس هاد الزاوية طبعا العمود مع السطح هاد زاوية قائمة وإذا هذه 30 قدش بتكون هذه 90 ناقص 30 ويساوي 60 درجة إذن الخيار الصح هو إيش؟ 60 درجة طيب نيجي على بقية الأسئلة السؤال الرابع يقول الشعاع الضوء الذي يسقط عموديا على السطح العاكس ينعكس بزاوية قدرها ينعكس عموديا كيف يعني ينعكس عموديا؟ يعني لو أنا عندي شعاع بهذا الشكل سقط عمودي حيرتد في نفس الاتجاه عمودي بتكون زاوية سقوط مالها سفر نشوف نشاط رقم 2 ونشاط رقم 2 مهم جدا يا تاسع هو مقارنة بين الإنعكاس المنتظم والإنعكاس غير المنتظم نبدأ بدنا نقارن من حيث المفهوم ومتى يحدث وماذا ينتج عنه وزاوية أو زوايا السقوط الخاصة بهذا النوع من الإنعكاس؟ نبدأ بداية بالمفهوم الإنعكاس المنتظم هو إنعكاس الضوء في اتجاه واحد بعد سقوطه على سطح مصقول مثل المرايا طبعا والأجسام المعدنية أما الإنعكاس غير المنتظم الذي هو التشتت بنسميه هو تشتت الضوء في اتجاهات مختلفة عند سقوطه على سطح خشن متى يحدث الإنعكاس المنتظم؟ يحدث الإنعكاس المنتظم عند سقوط الضوء على سطح مصقول مثل المرآة والمواد المعدنية أما الإنعكاس غير المنتظم يحدث عند سقوط الضوء على أسطح خشنة أو غير مصقولة مثل الورقة ماذا ينتج عنه؟ أو الإشي بدأ شوف الإنعكاس المنتظم ماذا ينتج عنه؟ ينتج عنه تكون أخيلة للجسم وهذا يتاسح هنتعرف عليه في درس المرايا والعدسات إن شاء الله كيف بتتكون خيالات الجسم وما هي صفات الخيال المتكون في كل حالة هناخده إن شاء الله في الدروس القادمة أما الإنعكاس غير المنتظم اللي هو التشتت ينتج عنه رؤية الأجسام من حولنا نتيجة تشتت الشعاع في كل مكان بالنسبة لزوايا السقوط زوايا السقوط متساوية في الإنعكاس المنتظم بسبب السطح الناعم لكن زوايا السقوط تكون في الإنعكاس غير المنتظم تكون مختلفة بسبب أن السطح خشن يعني مثلا لو هذه بنا نمثلها بالرسم طبعا زي الرسمات اللي في الكتاب هي سطح ناعم سقط أشعة وسقطت أشعة شايفين بنفس الزي وكله بسقط مثلا بزاوية تلاتين وكله كمان حينعكس بزاوية تلاتين الإنعكاس ماله هنا منتظم وزوايا السقوط متساوية لكن لو شينا هنا على السطوح اللي هي غير الناعمة اللي نقول عنها السطوح الخشن زي ورقة ألمنيوم أو ورقة قصدير تم تنيها عدة ثانيات نشوف لو كان السطح بهذا الشكل نتوءات وبتيجي هنا زاوية سقوط بتيجي هنا زاوية سقوط زاوية سقوط طبعا زاوية السقوط زي ما احنا شايفين غير متساوية هذه بتنعكس هيك وهذا حتنعكس هنا وهذا حتنعكس هيك وهذه زي ما احنا شايفين الإنعكاس في اتجاهات مختلفة بسبب إيش يا تاسح هذا الكلام؟ بسبب وجود النتوءات الموجودة على السطح الخشن فهي غير ملساء زي سطح مرآة مثلا شايفين الفرق بين السطحين إذن ينتج عنه إنعكاس غير منتظم أو تشتت وتكون زاوية سقوط مختلفة وغير متساوية يعني ممكن ألقى زاوية سقوط 30 وزاوية سقوط 40 وزاوية سقوط حسب اللي هو المكان اللي ساقط عليه وحسب النتوء الموجود في هذه المنطقة إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حل بطاقة رقم 17 أرجو التركيز يتاسع على تعريف الإنعكاس وأهميته وأيضا حفظ قانوني الإنعكاس والفرق بين الإنعكاس المنتظم وغير المنتظم هذا كل ما هو مهم في هذا الدرس وفي هذه البطاقة دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته